وصلت بعثة رفيعة المستوى من الوكالة الدولية للطاقة الذرية إلى طهران في زيارة هي الثانية خلال أقل من شهر ترمي إلى محاولة توضيح بعض النقاط الغامضة في البرنامج النووي الإيراني الذي لا تزال الوكالة الدولية تبدي شكوكا حيال أهدافه الفعلية وأعرب رئيس مفتشي الوكالة الدولية للطاقة الذرية في فيينا قبيل مغادرته إلى طهران عن أماله في تحقيق نتائج ملموسة خلال هذه الزيارة مؤكدا أن الأولوية تبقى للنظر في البعض العسكري المحتمل لبرنامج إيران النووي إيران التي أعلنت وقف بيع النفط لفرنسا وبريطانيا في خطوة رمزية للرد على العقوبات الأوروبية الأخيرة ضدها تواصل المنورات العسكرية واستعراض القوى في المتوسط بعبور سفينتين قناة السويس موسيقى موسيقى